السلام عليكم ورحمة الله موعدا النهاردة مع فيديو جديد من قناتكم قناة الإبداع والتميز قناة أبدع واستمتع النهاردة بنتكلم عن الأفلام طبعا واحد يسألني يقول لي انت مالك ومال الأفلام انت بتتكلم دائما عن الشرحات وحاجات متعلقة بالبرامج وما إلى ذلك وقول لك الموضوع ده موضوع حيوي جدا جدا وأعتقد أنه بيهم عدد كبير جدا من أولياء الأمور ومنهم واحد زي مثلا أنا بحب أتفرج دائما عن الأفلام الأجنبية وطبعا الأجمل اللي انت تتفرج على الأفلام الأجنبية بصحبة أفراد أسرتك ولكن مع الأسر طبعا زي ما انتم عارفين ان ده فيلم الأجنبي بيبقى ما بيخلاش من حاجات مش كويسة يعني الفيلم بيبقى جميل جدا بنسبة 99 فيلمية وفجأة تلاقي لقطة أو 2 خربوا الوضع عليك وأصبحت بتشاهد مشكلة دلوقتي ان انت ازاي تفرج أولادك على الفيلم ده النهاردة أنا بوجد لكم مجموعة من الحلول وطريقة التعرف على هل الفيلم أصلاً آمن للمشاهدة مع أفراد أسرتك وإذا لم تكن آمن للمشاهدة مع أفراد أسرتك كيف تحوله إلى فيلم آمن وكيف تقدر تقص الأجزاء التي تشاهدها مش كويسة أو غير لائقة من الفيلم ليصبح فيلم آمن للمشاهدة مع أفراد أسرتك يلا بنا دلوقتي نروح على الكمبيوتر وبريكم خطوة بخطوة إزاي نتعامل مع هذه المشكلة يلا بنا أول حاجة ندور على اسم الفيلم في جوجل وليكن فيلم لوجان من الأفلام الجميلة جداً اللي أنا عن نفسي بحبتهم قوي طيب، عايز أعرف الفيلم ده أولاً آمن من ناحية الرقابة الأبوية ولا لا؟ وهل ينفع أن أنا أشاهد الفيلم مع أفراد أسرتك ولا لا؟ هنعمل إيه؟ هنكتب الاسم الفيلم ونكتب جنبه حاجة اسمها بيرانت جايد يعني الرقابة الأدوية الأبوية أو الدليل أولياء الأمور فنشوف إنه نلاقي البييرانت جايد في موقع الاي ام دي بي ده من أشهر الموقع في العالم اللي بيدينا تقييمات حوالين الأفلام وبيتكلم بشكل عام حوالين القصة ومشاهدات الفيلم وبيدينا تقييمات عن الفيلم وبيدينا كمان انتقادات وما إلى ذلك طيب، نخش إنهوت على البييرانت جايد تمام؟ بتاع فيلم لوجان زي ما انتم شايفين أول حاجة فوق خالص تمام؟ هيدين إنهوت حاجة اسمها اللي هي مع الأسف وجود حاجة جنسي في الفيلم فنخش عليها هنلاقي هنا هوت تمام؟ بيقول إن الإحاءات الجنسية بوسطة أو ضعيفة جدا تمام؟ هنا هوت بيديك هنا هوت طيب، انت عايز تعرف ده ايه؟ بالعربي فبتاخدها كوبي خلاص، وبتروح على جوجل ترانسليت وبحط هنا هوت وتعمل بيست تمام؟ وتختار اللغة العربية تمام؟ خلاص؟ زي ما انتم شايفين طبعا أنا مش هقرأ كلام المكتوب وتقدروا انتم تقرؤوا طيب، معنى كده إن في لقطة في الفيلم لقطة وحيدة بس في فيلم لوجان هي اللي غير آمنة واللي لازم إن أنا أشيلها طيب، هنا هوت المشكلة التانية إزاي أنا أشيل اللقطة من الفيلم؟ يبقى أول خطوة احنا عملناها إن أنا دورت على الرقابة الأدوية للفيلم وتاني حاجة بخش هنا هوت على وبشوف هنا هوت الكلام المكتوب بعدين باخده تمام كوبي وبحطه على جوجل ترانسليت وبفهم ايه المكتوب طيب، بعد كده بنخش بقى في الجزئية التانية وهي إن أنا لازم أشوف الفيلم أنا كأب أولي عم أشوف الفيلم وبعدين أقص الجزئية اللي مش عاجباني لو أنا مصمم طبعاً أنا أخلي أولادي يشوفوا معي الفيلم لأن طبعاً من الأفضل أن أنت ما تعودش أولادك أن هم يشوفوا هذه النوع من اللقطات وأن أنت ما تجرأهمش على المعاصي وعلى مشاهدة هذه المواد غير الأمنة أو الإباحية طبعاً ممكن يجي لنا واحد فقيق ويقول لك ما تخافش أنا همسك الرمود في إيدي وقبل اللقطة ما تيجي هجري الفيلم يا جماعة الموضوع ده أنا عن نفسي جربته ما ينفعش لأن اللقطة اللي حين نتكلم عليها على سبيل المثال مش هتكمل ثلاث ثواني ثلاث ثواني أو أربعة ثواني بالكتير فوارد جداً أن أنت ما تلحقش أصلاً تجري لأن هو بيفجأك البطل ماشي في الشارع بيشوف اللقطة مش كويسة أو بيخش القوضة فجأة فبيشوف مشهد مش كويس فما تعتمدش على نصحتك وزكائك وتقول أنا همسك الرمود بإيدي وهجري قبل اللقطة لأن الكلام ده من ناحية العملية غير مطبك وغير آمن غير أن انت في كل الحالات ممكن تحتفظ بالفيلم لفترة طويلة فوارد أن أولادك يشوفوه من وراك أو أن انت تحطه مثلاً على الكمبيوتر أو أي حد تاني يتفرج عليه أو تديه لأي حد من الأصدقائك يتفرج عليه فبالتالي أنت هتشارك في أي معصية أي حد في غيرك هيتفرج على المشهد ده فالأفضل حل طبعاً شايفوه إما أن انت ما تشوفش الفيلم مع أولادك خالص تكتفي أن انت تشوفه لوحدك أو الحل التاني أن انت تجيب أي برنامج من البرامج اللي بتقص الفيديوهات تمام وفي برامج كتيرة مجانية تقدر تجيب أي برنامج مجاني أو حتى لو بفلوس يعني لأن الموضوع يستاهل يعني أنت لو هتجيب برنامج بفلوس هتدفعه مثلاً عشرين تلاتين دولار خلال السنة هتستخدمه حوالي تلاتين اربعين مرة خلال السنة أو خمسين مرة حسب العادة الأفضل اللي أنت تتفرج عليها فأعتقد أن هو هيستاهل الفلوس يعني فأنت بتجيب الفيلم وتقص اللقطات اللي مش كويسة أو اللي أنت شايفها غير لائقة وبعدين الفيلم بيصبح آمن فأنت تقدر بكل سهولة تتفرج عليه مع أفراد أصداد أو حتى تسيبوا الأولاد تتفرجوا عليهم براحته أرجو أنت تكونوا استفدتم بشرحوا معلومات النهاردة وياريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله